كنا مع جديد الفنانة نوال الزغبي وجديد آخر نعم جديد التكنولوجيا وعلى عيد الميلاد كمان نيلا الصريبي جاي باللفحة الحمرة أيوة والبني بابا نوال عن جد ماما نوال تخبايتها أهلا وسهلا نيلا دقيق إذن اليوم أفكار خاصة بالأعياد وبالهدايا يعني دايما إختكي طارفي دايما فيه هدايا الناس ما تفكر فيها أنه طيب عنا بعد 3-4 أيام وكيف بدنا نعمل يعني فيه هدايا صغيرة أحيانا بتكون غالية وأحيانا بتكون رخيصة هلأ رح نبلش بالأساسر شوي رخيصة يلي بتتذكروا أنتوا دايما بتحبوها مثلا طبيعات الصغر المحمولة هاي دايما كتير الناس بتحبها أنه الهواتف نحط فيها كتير صور فالطابعات الصغيرة في عنديك من التسعين دولار للمية وخمسين دولار وأعلى هاي داي كمان هدايا أحيانا هتكلموا على الآيفون على كل التليفونيات على كل التليفونيات أو الآيباد أو السامسونغ يعني شو ما كان عندكم أجهزة محمولة فيكم توصلوها بطابعة صغيرة وبتطبع صور هي بتطبع صور فورية 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 أكيد تطلع أكيد يعني مثل أنا سأل مين رح تجيب لها البولورييد الأديمة وبعدين في عندكم هاي بتعرفوا اليوم هلا أغلب الهواتف الذكية بطل عندها جاك تحط التليل سماعات بتجيب السماعات لسلكية في عندك من 20 أورو ل 300 أورو يلي هي بتكون ليه طيب هل قدي فرق لان خسب المركات خسب المركات وبعدين حسب الجودي فعندك جودي منا هون حسب جودي للصوت يعني فعندك يعني هلا السماعات إذا سماعات كن يعني إذا مشغولين 10 دولار أو 20 دولار أحيانا ما بيكون عندك نفس نفس الكاليتة يعني وبنفس الوقت مستوى الصوت كيف بيوصل على دينايك كيف بيكون الاتصال بلوتوث إلى آخره فهون كمان هيد من الهدايا آخرتك كمان في عم تعرفوا اليوم نحب نقلة كتير إذا بدك الساعة الزكية كمان عم بحكي هلا وصلتلا وصلتلا هيد الأليلة هلا هيد بس الأسعار المعقولة لا الأسعار بحكي الأسعار المعقولة أكيد بعد أنت تقرر الكتب الإلكترونية كمان هيد فكرة آخر قبل يعني هيد سريعة لا بدك توصل عليها وبعدين بما أنك عم بتحكي عن الساعة الزكية في الساعة الزكية عندك من كل من كل العجام أنا شو بحب هلا أنت والتفاحة طبعيتك شو بعمل لك بتحب أكل التفاح وهني بحبوا يأكلوا مصرياتك هو هيك عم يصري طيب هلأ بقل لما بير نويل أو مير نويل بتقولك وإنه إذا ضيعت أنت مثلا تليفوناتك وإلى آخره شو عملتها التفاحة جابت شيء اسمه أيرتاج يعني بتحطها متل تذكري كل سنة بحكي يكون عنه في مثل قطعة صغيرة شريحة بتحطها بتلزقها على التليفون أو الهاتف أو أي شيء ما بتحب بتضيعه وبتلك تلاقيه بس إذا هيدا الأيرتاج ضيعت التليفون كارسي لأنه الأيرتاج عادة لازم تشوف تلاحق الغرض اللي أنت ملزق فيه هو بيعطينا اللوكا이션 بيعطيك اللوكا이션 بيعطيك اللوكا이션 وإذن سرق ها 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 صار شي تاني ها ها صار قضية تكنولوجية تاني لازم نلاقي شيء بس كمان أنا بحلل هاي طريقة بالأبل واتش في بتطل بالتليفون بيرن مهيها مليك لأ بفرجيني أنه معه الأبل واتش شفت كيف أنا أنا تكنولوجيا بس ما بحب التكنولوجيا عندي ساعة بتجنن حلوة بس يعني أنا عيش على الشبكة عيش على الشبكة فوت على الميتافيرس بس ما تتحشر بالبنات لأنه هلأ فتحوا الميتافيرس هلأ صرنا بموضوع تاني فتحوا الميتافيرس بكندا وبالويت المتحد الأمريكية وبلش التحليل إذا كان في بنت واحدة بلشوا يتحرشوا فيها هيدا موضوع آخر هيدا موضوع آخر بنحكي فيه بعدين هلأ للكبار والأطفال هلأ نحنا عايشين بعالم الكوفيد وعايشين بعالم السرعة بقنا نسترخي شوي فقاموا في ناس هكي عندهم شوية أفكار اختروا مثل كيوب مكعب كل جهة منه فيه شغلة فيه محال بتحفي فيه حتى ما تسترخي فيه محال بتكبسي بتعرفي أنا أيام كتير بتكبس بالقلم أو بتكوني عنديك شغلة بتكتبرمي فهيدا مكعب بتبرمي متل مبدك وبتعدي تشتغلي فيه هيدا شو بيريح يعني بتريح يعني أنت سترس هيدا كتير رخيص حقه 14 دولار هيدا كتير منيحلنا هلأ احنا نضغص بساعة أنا بديش ثلاث أربع مكعبات هلأ جامع على الساعات الزكية ولكن هلأ النشاط وتتبع ضربة القلب وتتبع الأكسجين بالدم هلأ مطلعين السوار كتير حلو هيك زكي كمان مهضوم فيكن تفكروا فيه وبعدين فيه واحد مع جي بي أس غال شوية 170 دولار تقريبا والتاني بلى جي بي أس صحي يعني إلو علاقة بتعلق هيدا مش هالرياضية مثل هون هلأ بقول شوف كيف دقت قلبه كيف الأكسجين بالدم طبو هيدا محيد كمان خصوصا اللي عندهم أمراض بيكون جيد لألون هولي اللي بيعملوا رياضة كتير هولي عمدهم يعني اللي عندهم أمراض بفضل اللي حملها باسا بعيدو لأنه داقة بتعمل بتتصل مع الاسوائس هلأ الناس اللي عندهم أمراض ما بيشربوا كتير وبعرف في ناس شوية كبار بالعمر ما بيحبوا يشربوا بينسوا يشربوا ففيه هلأ شيء اسمه زجاجة المياه الزكية بس هي صغيرة شوية يعني 35 سنتيليت أو ايه 35 سنتيليت بتصير يعني كلما بتعطيها وقت بتعبيها ماي تعطيها وقت بتصير تضوي وتطف لتقلك شربه بتنبحيك إنه بتصير تعملك غميد هيك بتدروض لأ 35 سنتي تقريبا يعني ملنا كتير كبيرة وبعدين فيه شغلة مهمة إنه بتنظف حالة بحالة يعني بتنظف بتطهر حالة وبتزيل الروائح الكريهة حقها شي 60 دولار تستعمل UVC LED وهلأ بما أنه نحن كمان بقصة التنظيف ما تنسوا كمان نحن بما أنه عالم الكوفيد في كتير أجهزة إذا تعملوا هدايا عاليا عاليا شايفتنا أوه مونتي كارلو حاليا واو بس ها نحن أعطيها لكل الناس هي الهدية بس هاي دي الهدية بس تبلشوا تعملوا ألعاب بتصير حلوية بعدين بما أنو كنا عم نحكي عن نحكي لكي لكي نحنا بتأشرنا من وره نحنا بترجم على هو شا عم يصير وبعدين عم نرجع عقصة الكوفيد فيه هلا يعني ما كمان فيكن تهدو فيه أجهزة للتنظيف بتشتغل على اليو في فيه في لابس في مثل جهاز يعني ايه مشان تنطف التليفون نطف المساحة يعني فيه واحدة مثل مشط بس مع ضو بتفتحيها بتصيرت مرئية على المحل اللي بدك تنطفي تعقيم 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 أكثر من التنظيف مضبوط تعقيم أكتر فهيدي كمان الهدايا مننا كتير غالي كمان يعني في عنديك من العشر دولارات للستين دولار يعني في عنديك من هيدا المرئية مشان تتعقم وفي عنديك قلب بتعقم فيه يعني بتخط فيه الجهاز بتعقم لكي جيدي فهيدي كمان من الأمور يلي فيه كون تفكروا فيها هلا فيه بتعرفي الأولاد يلي هن تين ايجرز يلي المراهقين اليوم عندهم هواس بشي اسمه يوتيوب تويتش كل شي إنه يعملوا فيديوهات مثلا يكونوا بيعملوا ألعاب الإلكترونية بيصوروا حالهم أو بيطلعوا بس بيحبوا هيك الأضواء مثل الليد تكون خفيفة فاللي عندهم مراهقين بالبيت وبحب هيك يعني يعطيهم هدية حلوة فيه مجموعة هي وفيه نوع من المصبح زكي بعدة الألوان يتزامن مع الموسيقى يعني بيزا حط موسيقى بصير يضوه ويطف معلي يعني كأنك قاعد ب نايت كلاب ما فيه لأ للي بيلعبوا مثلا حدا يضبط أعصاب ما يعود يصرخوا مثلا نحنا ابن جيراننا بيضل يصرخ فوق أنا شو بدي أنا شو بدي أنا شو بدي إليك على اللي عندي أنا عندي اتنيني بواحدين عبيل عبو صوتوا صوتوا نواصل على من الضايع على بيز يمكن أحلى هدية بتكون عزن البيت لأنو أنا جيراني بدل يصرخ فوق هو مش عزن البيت وقطع الكهرب وقفت كهرب عنه وبالفعل على هيدا الموضوع يمكن كمان مهم نحكيه إنه الأم اضطرت تعمل كنترول يعني بارونتال وقطعت تقطع له بالله نبيبقوا تنتاني ثلاثة وهني عم يلعبوا هيدا لعبة فورتنايت خربت الأرض وشو الآخرة عنا يعني هيدا عم بعتمون هيدا قصة المصابيح اللي عندي قصة كتيرة مثلا في عنديك شاحن الطاقة بالطاقة الشمسية لأنه اليوم تعرفي هل عم فكر بحرام باللبنانية يعني إنه في مثلا شجرة هيك كأنها مستوحة من شجرات دبي بس صغيرة بتشلو بالطاقة الشمسية وبتعبّ فيها تشحن بالطاقة المغناطيسية يعني مثل بتشحن وفي عنديك الشواحن العادية اللي فيك تشتريها مشان أنه هي بتشحنها على الطاقة الشمسية وبعدين بتستغل الطاقة اللي شحتها مشان تعبّ مثلا التليفون أو الكمبيوتر وبعدين هيد الأسعار هون حسب ما أنت بدي قدرة هالبطارية لأنه في عندك من القليل يعني اللي بتشحن التليفون للكبير اللي بيشحن الكمبيوتر والتليفون وكل الأجهزة الإلكترونية وبعدين آخر شي آخر شي إذا مثلا بتعرفي هل أنحنا انتشرنا بقصة استخدام الدراجات الهوائية بدراجة الهوائية أحينا بتنفس الدوليب ففي تشاومي عاملين تشاومي بمب بمب صغيرة هالقدي أه كالإلكترونية بس تفتحيها دغري بتضوي بتقلك مثلا إذا بدك تحطي بس تنفخ الدوليب بتعطيك كل إياس البدكية يعني حتى إذا تنفخ فيها سيارة دوليب سيارة بتقلك مثلا هيدا مثلا الماركات في عندك ماركة سيارة أنه دوليب يكالقدي لازم ياخد عدد الكمبار يعني كمبار بالهواء فصغيرة ولكن صوت الصوت الكبير الصوت الكبير فهيدي كمان مخضومي يعني كأنك أحط مكنسي كهرباء بتشتغلي يعني تعبك صغيرة بتحطيها بجابتك فهيدي كمان فكرة أربعة وثلاثين دولار لا بعدين في عندك قصص المريات الزكية عنديك فرشيه السنان الزكية إلى آخر ربطات التنظيف فيكن هول آخر يعني هول يلي يتأخر يعني هول آخر آخر مشترياتهم مشترياتهم بتلقون يعني بسرعة وأفكار أي حدا بيستقبلهم رح يكون سعيد يعني هذول الأصص اللي عملت وليا يعني بفرقه أنا مشحة رح يهديني الساعة برمامية وخمسين ولا أنا عرفتي ما عم عرفت بدي عمان هذي قلو الوحدي بيشتري وبحط بعدين بيعمل على حال وديون ما هو شكرا 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 مير نوال منقلك يعطيك العافية وشكرا لها الأفكار ما جاتلنا معك ولا شي لا لحظة ما جابتلنا شي ما جابتلنا شي ما جابتلنا شي أنا أنا حملة حملة المصارف على ظهري وجاية ووزع مصارف يعني هكذا الشغلات ذكية أنا هدايا هدايا افتراضية لا أقبل سبقتك هدايا افتراضية هدايا افتراضية إذن يعطيك العافية ومن هلأ من عيدك وانا بعيد شكرا The Geek Moment كانت بمونتكال الدولية ببرنامج كافي شو